عندما تتأمل المركبات في شوارع العاصمة الأردنية عمان، تكاد تجد لكل منها حكاية. لكن سيارة التكسي التي يقودها العم أبو علاء تحمل تفاصيل تمس كل بيت أردني، وهي هم تعليم الأبناء في المرحلة الجامعية في ظل ظروف اقتصادية يعاني منها المواطن الأردني. هذه السيارة تتزين بقطع الإكسسوارات التي يحمل كل منها حكاية اجتهاد وتعب في سبيل توفير أقصاط الجامعة. الحاجة أم الإختراع، فهي كانت ماخدة دورة إكسسوارات وبتصنع حلي ومجوهرات تقليدية، فأجدت فكرتي وفكرتها مع بعض أنه نبع لها معاي بالسيارة، ونقدر من دخل هذول وريع هذول أن نقدر ندفع رسوم جامعتها. والحمد لله رب العالمين بدأت فكرتنا بسيطة وصغيرة، وبلشت تصنع هاي الحلي وابع لها معاي بالتاكسي. في زائد شغل قدرت أساعدها فيها أنا كنت زال من مدخن يومياً بأربع دنانير دخان، تركت الدخان والأربع دنانير اللي كنت أدخن فيهم زائد اللي بيجي من وراء الحلي والإكسسوارات هاي، قدرنا نكمل دراستها سنة كاملة، الحمد لله رب العالمين نجحنا فيها. قصص النجاح تبدأ من فكرة، ومن هنا تمكنت شيرين من وضع أولى خطواتها على سلم النجاح لتكون نموذجاً يحتدى للشباب الأردني من خلال العلم والعمل. إكمال السنة الأولى بنجاح كان الحافز لشيرين لإكمال عملها وإثبات ذاتها وتحفيزها على التقدم وبخطاً ثابتة نحو تحقيق حلمها في الحصول على شهادتها الجامعية الأولى في الأدب الإنجليزي. أثرت هاي الشغلة علي أني صرت أشعر بالمسئولية، بالثقة، غيرت كتير، خلت أهلي شوي فخورين فيي لأنه اشتغلت بهيك الشيء، وخلتهم أنهم يثقوا فيي ويسلموني مسئولية بعمر صغير. وهكذا تواصل شيرين تصنيع الإكسسوارات التي تعلمتها في المنزل يدوياً لتعمل بجد ودقة من أجل جمع الأقصاط الجامعية دون أن يؤثر على أسرتها وقدرات والدها المادية لتكمل مشوارها في ظل أسرة تسعى إلى تقديم الدعم لأبنائها. دام الكردي قناة الغد عمان ترجمة نانسي قنقر